دفاع الترج نروح بقى لدفاع الدرج زي ما هما ممائزين في الكرات السابتة ممكن اتكلمتها شوية في النقطة دي وجيمي كمل على النقطة دي عندهم مشاكل كبيرة جدا في كرات السابتة اللي بتبقى عليها حتة التمركز ودايما لعيبة الترجع يعنيها على الكرة حتى لو جبنا الحلالة بعد كده هتلاقي حتى رمية التماس الفرق المنافسة اللي بتلعب الترجع بتلعب الكرة طويلة برامية التماس التمركزات كلها بتاع الدفاع الترجع الكارسية حلو بالنسبة لنادي الأهلي بص كم لعيب من الترجي لو أقف بس اللعبة ، كم لعيب من جواء ترجي سبعة سبع لعيبة جومنتيجة كم لعيب موجود من فرقة النجم السحلي يا كريم خمس لعيبة ولا لعيب من الترجي مسك الخمس لعيبة . الكمل اللعبة كمل اللعبة اللعبة أتتلعف في نقطة معينة الخمس لعيبة بتاع الترجي كلهم را هو كور تسابه технолог Set e بالنجم السحلي الواحده وكرة هتنزله بالخطأ من المدافع كرة جون دايماً يعنيهم على الكرة ودي ممكن أكبر مشكلة موجودة عند إدفاع الترجي في كرات الزبتة إن دايما اللعيبة كلها اللي بتبقى موجودة داخل موقع الجزاء عينها على كرة مش عينها على اللعيبة وإحنا عندنا لعيبة مميزة في كرات الزبتة زي محمد عبد المنعم اللي دايما بيقطع على دي ممكن كرة تانية كرة بتتلعب من آخر الدنيا من ناحية اللي مين كل لعيبة الترجي عنها بس على الكورة واللعيبة كلها بتاعة الفريق اللي بيلعبوا الترجي كلها عنيها إنها بتتحرك في اتجاه اللعبة وعارفين الكرة هتتلعب فين فبتكمل لعب بيقل شكورة كانت فرصة هدف محقق كرة بتلعب على البعيدة كانت فرصة جون دي ممكن المشكلة المتكررة في دفاع الترجي في التمركزات خلال الكرات السابتة هتتكرر في كل الألعاب اللي هنشوفها يا كريم لا وبعدها دي هتخش جون في نفس المقش الكرة دي ممكن هتدخل هدف بعديها فدايما المشكلة دي موجودة استغلال النادي الأهلي ليها نحن يمكن كان ماتش الأخير في الدور المصري اتكلمنا إن الأهلي ليه مركز في كرات السابتة والرجل بيحاول يوجد حلول دي شكرة هقول لك والله الله يدور عليك يا شهر الراجل يوجد حلول كتير اللي انت عملت ورغوني ده هو تفصلي لمارسي كورو المباراة الأخير للأهلي بيشتغل كتير على وعض طلبات السابتة بالضبط هو شايف إن الفرع عندها مشكلة كبيرة جدا في كرات السابتة يقدر نوى بتنوع الحلول ومنطقة الجزاء سواء في الكورنر سواء في الفاولات المعلى حدود منطقة الجزاء إنه يغير الشكل بتاع اللعبة سواء إن كورو بتتلعب في العمق مرة بتتلعب على القريبة العيب بيطع على القريبة بيزحلها لخلف الورا زي ما شفنا الجهوم بتاع محمود متولي وكررت بعد كده في المباراة الأخيرة للنادي الأهلي دي المشاكل اللي موجودة لو نكمل المشاكل التانية اللي بعيد خالص عن الكرات السابتة عملية التحولات الهجومية اللي بيميز بها النادي الأهلي خارج ملعب